مش واخدين على وضعية الزواج يعني ايه مش واخدين على وضعية الزواج؟ مش واخدين على وضعية نحن مش واخدين على وضعية ان الواحد يفكر كأنه اتنين وضعية الزواج ان الزوجين يبدأوا يفكروا دايما بشكل ثنائي فكل خطوة بياخدها الزوج لازم يفكر في زوجته وهيكون وضعها ايه في الخطوة دي؟ وده يعين عكس عليها ازاي؟ طب وده ليه؟ لأنه هو محتضنها يعني إيه؟ يعني هو عمل لها حضانة عشان تنضج معاه أنا عايز أطورها فلو إن ما حصلش إن أنا حضانتها أنا بعرضها الخطر فهيطلع أسوأ ما فيها فتجربة الجواز ما تنفعش إيه؟ تستمر وعشان كده مهارة الاحتضان الزواجي دي نقدر نمسلها بمرحلة حضانة الأطفال فالطفل أول ما بيتولد في مرحلة احتضانه بيتعلم كل الأنشطة والمهارات اللي بتخليه يقدر يكون إنسان يعتمد على نفسه وإحنا عايزين إحنا نقدر نمشي في الجواز بعد كده وإحنا مطمئنين وإحنا مرتاحين فلازم يحصل لنا فضلة احتضان فنعرف نمشي ونتحرك ونفكر ونتكلم من غير ما الواحد يبقى الخوف اللي في بداية الجواز ده هيزول لما يحصل الاحتضان فكل واحد من الزوجين بيقدم للآخر للبيئة اللي تخليه يقدّي أداء زواجي مناسب أداء زواجي رحيم أداء زواجي ودود وعشان كده لما احنا في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاق المصرية بنقدم دورات وفي دار الإفتاق المصرية بنقدم دورات المقبلين على الزواج بيتعلموا فيها معنى الزواج وإزاي الراجل بيفكر وإزاي الست بتفكر وإزاي يعيشوا حياة زوجية سعيدة ففي بداية الجواز لازم أقول لكم حاجة دايما أنا منتبئ فيها قوي عارف إن في بداية الجواز أنا عارف والله وحاسس بيكم وحتى في الناس اللي هم عايزين يطوروا حياتهم من الزوجية أنا عارف إن بيبقى فيه خوف وعارف إن بيبقى فيه ألأ عند الزوج وعند الزوجة إن هم ميقدروش يقوموا بمسؤولياتهم وميقدروش يسعدوا بعض أنا عارف إن فيه ناس مقبلين على الزواج دلوقتي وناس متجاوزين خايفين إن هم لو عملوا التغيير ده التغيير ما يقدرش يوصل لحد اللي هم بينتظروا فيفكر كل واحد باعتباره لوحده لكن لو فهم اللي احنا بنقوله ده بشكل صحيح هيصبح بيفكر مع حد بيدعمه ويساعده فيخرج كل واحد مننا وهو قادر يخرج أحسن ما في شرك حياته فيحسب الأمان والاستقرار والمودة والراحة والسعادة هل ده ممكن؟ آه والله ممكن حتى المتجاوزين يقدروا يعملوا كده حتى المتجاوزين يقدروا يعملوا كده صدقوني طب تعالوا عشان نقدر نعمل كده نعمل إيه؟ أقول لكم شوية خطوات عشر خطوات كده نخده النفس كده ونجي منتكلم فيه مع بعض وكل الخطوات دي جايبينها منين؟ من الكتاب ومن السنة ومن الحياة لأن ربنا أمر حضرت النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق هلق الإنسانة من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فمن كيب من الكتاب والسنة ومن الحياة أول حاجة عشان نقدر يبقى عندنا مهارة إيه؟ مهارة الاحتضان الزواجي مفيش احتضان من غير احترام وتأدير يبقى أول حاجة أي علاقة مريحة لازم تتبني على الاحترام والتأدير لازم تحترمي زوجك وتقدريه ولازم تحترم زوجتك وتقدره عشان توصلوا إلى حد إلى بر الأمان أنتوا الاثنين تبقوا حايشين في أمان فما ينفعش زوجة تقول لجوزها أنت فاكر نفسك مين؟ ولا زوج يقول لها أنت فاكر نفسك مين؟ مش تبص لنفسك ما ينفعش أن الحياة بيننا مفيش احتضان زواجي بيبني على تكريس الخوف لكن الاحتضان الزواجي بيعيش لما نفتح الأبواب للأمان لازم يبقى التفاعل معاك بشكل مفتوح وبدون خوف وبدون تجنب شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب السيدة عائشة بإيه؟ بأم عبد الله إنه ما كانش لي منها أولاد يعني إيه اللي حصل؟ اوعد ظني إن أنا أبصلك على إنك أنت البنت الصغيرة اللي تفهى وعقلك مش شاء لا ده أنت أم عبد الله أنت مكانتك عالية إيه ده؟ إيه اللطافة؟ وإيه الجمال وإيه التعبير وإيه الحلاوة دي؟ زي ما واحد ييجي يقول لي زوجته زي ما كانوا لزمان ست الناس حتى أنا بفصل على فكرة لما كانوا لزمان بيقولك إيه؟ الست زي ما كان كده البهاء زهير يقول إيه؟ بعيني من أسميها بستي فترمقني النحات بعين مقتي يظنون أنني قد قلت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ملكت جهات الست طرا فلست بمخطئ إذا ما قلت ستي يعني ملك عليه جهاته الستة فعشان كده بيقول لها ستي كان زمان بيعملوا كده فلازم أول حاجة لاحترامه التأدير ولما هي تقوله كان زمان لما بتقوله يا بابا وزمان لما بتقوله بتقوله مثلا كلمه بابا كل الكلام ده كان بيبقى فيه سنة احترامه تأدير إنه هو إحنا حسين كده بأنه راعي البيت